مرحبا بك سيد فارس مرحبا بكم حياكم الله وحيا الله جمهوركم الكريم أهلا وسهلا أهلا بك سيد فارس استجوابات لوزراء في الجملة بالمرحلة المقبلة وخاصة الأسبوع المقبلة لمجلس النواب لكن ما يخشى الكثير أن تكون هذه الاستجوابات مجرد دعايات انتخابية ما رأيكم بذلك؟ طبعا موضوع الاستجوابات ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي وإنما هو في صميم عمل مجلس النواب لأن مجلس النواب العراقي هو عمل تشريع رقابي وبما نقول تشريع رقابي فمن الرقابة تولد الاستجوابات يعني عندما يؤشر المفروض مجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب خللا ما في إداء وزير معينة وزارة معينة أو أي مسؤول يلجأ لمعالجة هذا الموضوع قد يكون معالجة خاصة وقد تكون في أمور مختلفة ولكن قد تصل إلى حالة أن العلاج لا يكون إلا باستجواب المسؤول المعني في تحت قبة البرلمان وهذا حقيقة أقول في صلب عمل مجلس النواب العراقي كل استجواب حقيقة تظهر عليه بعض التصريحات من شتى الأخوان قد يكون هناك متضررين من استجواب الشخص أو المسؤول المعني قد يكون كتلتا وقد يكون مستفيدين مننا وقد يكون الأمور ومصالح معينة فحق الجميع أن يتحدث في هذا الجانب ولكن نقول بالنهاية نحن أمام حقائق الاستجواب هو إثارة حقائق تعرض على الملأ ومن ثم يقوم أعظام مجلس النواب بتقيه تلك الحقائق هل يخشى أن تتحول تلك الاستجوابات إلى حرب انتخابية بين الكتل السياسية؟ يعني قبل ما نقول أنه هل تكون حرب انتخابية أو لا نقول أن العراق في حاجة ماس إلى موضوع محاربة الفساد حرب الفساد هو الوجه الآخر للإرهاب بعد انتصارنا في معركة الإرهاب وطرد الإرهاب وكسر شوكت على الأرض العراقية أمامنا تحدي كبير هو البناء والإعمار الفساد هو الذي عطل عجلة الإعمار والبناء ولا أمل حقيقة لبناء العراق دون محاربة الفساد ودون القضاء عليه والقضاء عليه بالقضاء على المفسدين وتشخيصهم وتسميتهم وإحالتهم إلى القضاء ناهيكة عن الأموال الكثيرة التي ممكن أن يجنيها العراق في ظل حالة التقشف أنا أتوقع أن هذه الحرب المقدسة نعم ونسميها حربا مقدسة مثل ما هي حرب الدم وحرب الرجال على جبهات القتال الحرب على الفساد هي حرب مقدسة من أجل المحافظة على بناء العراق بناء العراق الذي يتعثر بسبب الفاسدين الفاسدين الذين غذوا الإرهاب والفاسدين الذين أساءوا إلى بناء الدولة والفاسدين الذين عطلوا بناءها في أمور كثيرة نحن على ثقة إذا ما أخذت هذه الحرب سيد فارس وهو ما نتمنى منكم أنتم أعضاء مجلس النواب بأن تعفوا كل فاسد من منصبه الحرب التي فتحها رئيس الوزراء على الفساد ربما سيستغلها بعض النواب ليفتحوا ملفات جانبية أخرى تضلل الرأي العام حتى ينفذوا من تلك الاستجوابات هل هناك خطط معدة لعدم جعل هؤلاء النواب كما يقال أن يتغدوا برئيس الوزراء قبل أن يتعشى بهم سيد العزيز حقيقة حسنا فعل رئاسة مجلس النواب أن أعلنت استجواب للوزراء تزامنا مع دعوات رئيس الوزراء في حربه على الفساد التي أعلنها فيكون جهتين تنفيذية وتشريعية تعاون فيما بينها لغرض محاربة الفساد والقضاء عليه بعد أن أقول النصر الكبير الذي تحقق على الإرهاب فجيد أن فعله ولكن من بعض السياسيين سيجد أن هناك ضار على مصالح خصوصا أننا أمام عتبة انتخابية أقول هذه الحرب المقدسة أكيد سيشوهها من يشوهها بحجة أن هذه العملية عملية انتخابية وما إلى ذلك ولكن أقول الاستجوابات حالة ضرورية ونحن في أمس الحاجة لها وعملية أن من يحاول عرقلة هذا الموضوع أم من سيقول أنا أوفي بالدين وأوفي بالأمانة وأحارب الفساد ستتبين من الأيام القادمة الأيام القادمة ستشهد أسبوع الاستجوابات وهذا حقيقة حدث لم يحدث سابقا في بجلس النواب أنه في أسبوع واحد يستجوب أكثر من وزير بل بالأيام يوم بعد يوم استجوابات هذه حالة طيبة إيجابية يجب أن نعززها أنا أقول لك سيد العزيز ومن خلال قناتكم من الآن بدأت المفاوضات وبدأ للأسف الذين يتصيدون بالماء العكر والذين يحاولون الاستفادة من مآسينها بدل أن يكونوا مصلحين ويساهمون بالإصلاح بل يزيدون فسادا في معالجة الفساد لهذا يقولون الفساد لا يحارب بفاسدين مثلا هناك مثلا من الآن نسمع عن مؤامرات عن كسر النصاب أنه لا يتحقق نصاب أمام استجواب الشخص المعني وهناك من يحاولون الدفع لبعض النواب أن لا يحضروا أو بعض الكتل السياسية تريد المطاقة أقول على الشعب العراقي أن يكون إذا تسمح لي أتمنى على الشعب العراقي أن يكون واعي وعلى الإعلام السلطة الرابعة أن تسلط الضوء على الكتل التي تحاول عرقلت تلك الاستجوابات عندما لا يتحقق نصاب هناك قصد مقصود للدفاع عن المسؤول المعين حتى لا يتم استجوابه أو البعض يبحث عن إيفاد أو مهمة رسبية لكي يتطير من الاستجواب خصوصا أن مجلس النواب مقبل أمام عطلة تشريعية أتمنى على وسائل الإعلام على الحكومة التنفيذية على البرلمان أن يقطع الطريق عن الفاسدين الذين سيحاولون عرقلت تلك الاستجوابات شكرا لك سيد فارس الفارس عضو مجلس النواب العراقي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية ترجمة نانسي قنقر